اشتركوا في القناة متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها إصابة مزارع في الرأس برصاص الماليشيات القبلية في منطقة مشروع عبيد على بعد 28 كم من نيالة بولاة جنوب دارفور 13 من المهاجرين السودانيين يلكون مصرعهم متأسرين بجراحهم حسر احتراق السيارة التي تقلهم في الصحراء الليبية دالواحد نورو يقول الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات السورة السودانية والتي تعني اسقاط الانقلاب وحل جميع الماليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة والان الى تفاصيل النشرة من راديو دبانقا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا مصطفى زكريا مصطفى زكريا واقع الحادث حوالي الساعة العاشرة ومن ثم الى الخرطون في حالة حرجة وتم فتح بلاق بالحادث بقسم شرطة نيالا شمال لقى 13 من المهاجرين مصرعهم متأسرين بجراحهم بعد احتراق السيارة التي تقله في الصحراء الليبية ويقول الخبر الذي اوردته صفحة الفاشر ويكليكس على الفيسبوك ان اخر المتوفيين من المهاجرين يدأى مبشر عثمان الذي انتقلت روحه متأسرا بجراحه بمستشفى بنغازي بليبيا وتحصل الموقع على مقاطع فيديو تصور العرب المحترقة بعد وقاء الحادث بقليل قال عبدالواحد محمد احمد النور رئيس حركة تحرير السودان في رده على الدعوة التي قدمها له محمد حمدان حمدتي بالعودة الى الحوار والتفاوط قال ان الدعوة تفترض ان حل ازمات البلاد ستحل بلقاء او تفاوط بين حمدتي وعبدالواحد وحركة تحرير السودان وهو تصور غير سليم واشار في حديثه الاراديو دبنقا ظهر يوم السلاسة الى ان الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات الثورة السودانية والتي تعني بالضرورة اسقاط الانقلاب وحل جميع الماليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة ممثل في قواتها العسكرية القومية الموحدة وكتب دلواحد نور بان التحقيق مطلوبات السورة هو الذي يمكن جميع افراد الشعب السوداني من بداية حوار حقيقي يفضي الى اعادة حيكلة الدولة واقامة دولة القانون والمؤسسات التي تضمن التحول الديمقراطي الكامل والسلام المستدام واضاف لراديو دبنقا حصرت لجنة اطباء السودان المركزية 14 اصابة لمتظاهرين في موكب بر يوم 5 الاسنين وذكرت اللجنة في بيان صادر يوم السلاسة ان من بين الاصابات 3 حالة اصابة بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة اصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع اضافة لاصابات متفرقة في اجساد المتظاهرين نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز وهناك اصابات اخرى نتجت عن الرشق بالحجارة والتدافئ وحالت دحس بعرابات تابعة للقوات النظامية وفصل البيانة الإصابات التلاتاشر كالآتي ثلاثة حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع أربعة حالة إصابة متفرقة في الجسد بعبوات الغاز المسيل للدموع حالة إصابة متفرقة في الجسم نتيجة الضرب بالهروات والرشق بالحيارة والتدافع واثنين حالة إصابة دهس بعروات تدبع لقوات نظامية وإصابة في العين بعبوات غاز مسيل للدموع هذا إضافة لعدد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا من قبل فرق الإزعاف وهي غير مشمولة في هذا الحصر الوارد اتهم المقدم معاش أبدالله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت أنه السلطات حديثا اتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بأنه كان السبب وراء اعتقاله وكشف أبدالله سليمان في إرسال حي عبر منصة الفيسبوك ييرات عام كامل من سنة 2020 إلى سنة 2021 في حقل ساوي للتعدين الذي يضم 20 طاحون للحجارة بمنطقة الشريق بولاية نهر النيل لم يتم توريده لبنك السودان أو وزارة المالية وأضاف أن الكمية المقدرة من الزهب الذي أنتج في مطاح ساوي التابعة لجمعية القرآن الكريم تبلغ 86 كيلو من الزهب لم يعرف مكانها وقال بأن أردول عين أربعة من أقربائه في هذه المنطقة وقال بأنه ذهب للمنطقة بنفسه وصور الموقع واطلع على المستندات وكتب تقرير بذلك وتمت مقابلة المهندس والفنيين بالموقع قبل تحويل الأمر للنياب التي فتحت بلاقا في مواجهة أردول وكان ذلك في يوم 23 أكتوبر من العام الماضي قبل يومين من الإنقلاب الذي قام به البرهان وأشار المقدم شرطة معايش أبد الله سليمان بأن مصير البلاغ في مواجهة أردول غير معروف حتى الآن وأضاف بهذه الخصوص وبرك أردول هو السبب الرئيسي في مجموعة أسباب هو السبب الرئيسي أنه أنا يعتقلوني لأنه أنا يعني قلنا مأمورية الشريك وفيش منجم بتاع ذهب تابع لجبعة القرآن الكريم ومتحصر في اللجنة حصروا أبشر دلدوم وكانوا قضين أنه ما يحصروا المنجم دفي الشريك الشريك دفي ولاية نهرانيل هناك قرابة من أبو حمد فمنجم الشريك دفيه حقل ساوي دفيه زي 20 طاحونة منتجة المنجم دفي الشريك الساوي ينتجوا فيه من يناير 20-20 من 20-20 ولا حد دي 21 أكثر من سنة وحاجة ده دي شعال لمصلحة يعني ما في كريج بتورد لبنك السودان ولا وزارة المالية ولا بتورد لأي جهة ولا الشركة السودانية للموارد المعدنية وكان المقدم شرطة متقاعد أبض الله سليمان أحد أبرز أعضاء لجنة تفكيك النظام السابق برئاسة عمر البشير التي استردت كثيرا من أموال مسؤولي النظام السابق قبل أن يتم إرجاع جزء منها لمنسوبي النظام بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021 يرح شخصا مثل الاثنين بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية بمعسكر السلام أبو جل النازحين بولاة شمال دارفور ويقول الخبر الذي أكده مراسل دابنغا بشمال دارفور أن مسلحين هاجموا شباب يقودون عرب التوكتوك في جولة لتكديم تهاني العيد واعتدوا عليهم بالسلاح الأبيض وأطلقوا عليهم عائرة نارية ما أدى لطاعن أحد الشباب في الوجه والكتف وإصابة الآخر بعيار ناري في الزراع نقل المصابون لمستشفى الفاشر لتلقي العلاج وقال مراسل دابنغا أن الجنى خدموا من منطقة كوسا شرقي محلية طويلة وأن الهجوم يجي على خلفية احتكاكات قبلية بين مجموعتين وطعنوا بالضحايا السلطات البلائية بالقبض على الجنى وتقديمهم للمحاكمة وهددوا بالرد في حالة أدم تدخل الحكومة بينما تجمعت حشود أخرى من أحل الضحايا بمستشفى الفاشر التعليمي بغرض زيارة المرضى وانتظار قدوم والي الولاية أطلقت الشرطة يوم الثلاثاء الرصاص الحي وجرحت عددا غير معروف من المشاركين في اعتصام الأزهري وأم درمان القديم الذي تقرر رفعه اليوم وكان المعتصمون قد قرروا رفع الاعتصام أسوه ببقية الاعتصامات مثل اعتصام الجودة والأربعين وفي بحر المؤسسة تم اليوم رفع الاعتصام وقامت مجموعة حنقنيهو بعمل نظافة شاملة بطول شارع الذي أصبح الهان صالحا لحركة السيارات وخاليا من أي موانع وقال أحد الشباب المتابعين أن اعتصام محطة الشهيد الروسي أو محطة السيراج ما زال قائما ويشهد العديد من الفعاليات منذ اليوم الأول للعيد وسيشهد مساء الثلاثاء أيضا واحدة من الفعاليات التي تتركز في متحدثين من شباب المقاومة ومحامو الطوارئ يتناولون مختلف المواضع الخاصة بسلمية الثورة ومواسق قيبة الثورة وقضايا التحول الديمقراطي اجتاحت سيول كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية كسلة عددا من القرى بعدد من محليات الولاية وأدت إلى تأثر عدد كبير من المنازل والمواطنين وبحسب وكالة السودان للأنباء فأن مناطق واسعة من قرى ومحليات ريف كسلة وغرب كسلة تعثرت بسبب المياه والسيول التي غمرت مناطق الجيرة وعمارة واللفة وفات الأتيمة وحي الشهداء ريبة بمحلية كسلة وقامت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالولاية بتكليف لجنة برأسة المقدم عثمان السير والدكتور عادل العوض مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني وممثل جهاز الأمن الوطني واللجنة الإعلامية بالطواف على المناطق التي تأثرت والوقوف على عمليات فتح الكباري وطريق اللفة والجسر الترابي جوار مباني جهاز الأمن والمخابرات سابقا وقدمت اللجنة كمية من الجوالات الفارقة للمواطنين المتضررين كما دفعت محلية كسلة بعدد من الآليات اللازمة لفتح الكباري بجانب عدد من المهندسين لمعالجة انسياب المياه بالمنطقة طالب النازحون بمعسكرات زالينجي بولاية وسط دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور بزيادة الدعم المقدم من قبل برنامج الغزاء العالمي وإعادة الدعم للذين سوحت منهم سابقا وقال النازحون بأن هناك ارتفاع في الأسعار وانعدام مصادر الدخل مما دفاعهم لهذه المطالبة وقال الشيخ محمد يعقوب رئيس معسكر الحمادية بزالينجي أن البرنامج يقدم 4000 كنين للفرد في الشهر وأنهم لم يستلموا الدعم الخاص بهم بشهر سبعة حتى الآن وأشار إلى أن البرنامج خسم النازحين بمعسكر الحمادية والبالغ عددهم حوالي 74 ألف نسمة إلى ثلاثة فئة تتلقى الدعم شهريا وأخرى تتلقى الدعم في كل ثلاثة شهور مرة وأحيانا أخرى كل ستة شهور مرة أما الفئة الثالثة فأخير لا تتلقى أي دعم وبين الشيخ يعقوب أن النازحين الآن جميعهم غير مختدرين ولا يستطيعون مواجهة تكاليف الحياة وليست لديهم مصادر للدخل لذا يجب إعادة الدعم للكل وزيادة نسبته لارتفاع الأسعار بصورة عامة وأضاف لراديو دبنغا من جهة أخرى قالت نازحة من معسكرات قريضة لراديو دبنغا أن برنامج الغزاء العالمي أوقف الدعم من أعداد كبيرة من النازحين بحجة الاقتدار وأوضحت بأنه يقدم الآن مبلغ 4000 للفرد شهريا لبعض النازحين وكل ثلاثة أشهر لآخرين مشيرة إلى أنهم كانوا يعتمدون على المزارع الصغيرة بفصل الخريف إلا أن انعدام الأمن حرمهم منها وناشدت النازحة جهات المسؤولة بتوفير الأمن وزيادة قيمة الدعم وتقديمه لكل النازحين وأضافت في هذا الخصوص أطلق المزارع أحمد بابيكير الضو شوله مبادرة وسط المزارعين ترمي لقيام شركة زراعية لكل مجموعة من المزارعين التي يتم تسجيلها وتعمل في مجالات توفير المدخلات الزراعية من الآليات وقطع الغيار والوقود والتقاول المحسنة وقال المزارع أحمد بابيكير في أكبر جروب للمزارعين بولاية القطارف والأكثر انتشارا أن الشركة ستقوم بتوريد الآليات والأسمدة والمويدات وكافة احتياجات المزارعين من بلد المنشأ دون الحاجة لوسيط يضع أسقالا من الأرباح كما تقوم بتوفير الجازولين الحر بصورة مباشرة وإنشاء مستودع يخص المزارعين وأوضح أن هذه الطريقة تخرج المزارعين من نظام الشركات ومن سيطرة الممولين وتحكمهم في الأسواق مضيفا إلى أن الشركات ستقوم أيضا بالدخول في تسويق المحاصيل المنتجة وتوجيهها نحو أفضل فوائد للبيع الخبر الأخير في النشرة وجه المهندس أبو بكر عبد الله محمد الوزير المكلف لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة وجه بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بأعمال طوارئ الخريف وأشار خلال تفقده العمل الذي تقوم به هيئة الطرق والجسور وهيئة المياه وإدارة الكهرباء وإدارة الدفاع المدني لأهمية الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين والمؤسسات والمرافق العامة واستمرار العمل على مدار ساعات اليوم مستمعي راديو دبنغل آئزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحية اشتركوا في القناة